أصدقاء المتابعين أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في الحلقة الماضية الخاصة بالثيرستور في آخر الحلقة ذكرنا خاصية تحكم في الطاقة أو مفهوم التحكم في الطاقة الكهربائية من خلال استعمال هذا العنصر الذي هو الثيرستور إذن فقررت في هذه الحلقة إن شاء الله أقربكم من مفهوم التحكم في الطاقة الكهربائية يعني كيف يمكننا أن نتحكم في الطاقة في استهلاك الطاقة الكهربائية ومن يقول التحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية يقول التحكم في فاتورة الكهربائية مفهوم؟ جيد إذن لابد أن نقدم تعريف للقدرة الكهربائية لأن القدرة الكهربائية والطاقة هي شيء واحد الفرق بينهم هو عامل الزمن إذن القدرة الكهربائية اللحظية هي مقدار الطاقة التي يتم تحويلها أو استهلاكها في أي لحظة معينة من الزمن يتم حساب القدرة الكهربائية اللحظية من خلال ضرب الجهد اللحظي بالتيار اللحظي عند تلك اللحظة الزمنية فصيغتها الرياضية هي القدرة اللحظية تساوي قيمة الجهد في تلك اللحظة مضربة في قيمة التيار في تلك اللحظة هنا أقول أكرر دائما اللحظة القدرة اللحظية في تلك اللحظة الزمن لأن لدينا هنا مصدر تيار متردد ومن يقول تيار متردد أي أن قيمة ذلك التيار تتغير من اللحظة إلى أخرى مرة سالبة مرة موجبة مرة في القيمة القصوى مرة هي في تصاعد مرة في تنازل إذن فهي قيمة متغيرة لذلك أقول دائما لحظي في كل لحظة مفهوم جيد إذن نعتبر هذه الدائرة التالية التي ترون هنا لدينا مصدر تيار متردد قيمة القصوية 5 فولت بتردد 3.5 هيرتز لدينا مقاومة 1 كيلو إذن الآن نقوم برسم كل من الجهد حول مربطين مقاومة التيار المار في هذه المقاومة والقدرة المستهلكة من طرف المقاومة القدرة سنقوم برسمها بناء على هذه العلاقة وهي القدرة اللحظي هي التوتر اللحظي في التيار اللحظي إذن إذن هنا هذا هو التوتر التوتر بين مار بيطي المقاومة كما قلت لكم القيمة القصوية للتوتر هو 5 فولت مضروب في عفوا هنا لدينا التيار التيار المار في المقاومة هو التيار طبعا متردد ولدينا هنا القدرة إذن انتلاقنا من تعريف القدرة وهي القدرة اللحظي هي ضرب مقدار الجهد اللحظي في التيار اللحظي أي أن إذا ابتدأنا من هنا صفر فولت مضروب في صفر ميلي أمس تعطينا صفر واط ونسعد نسعد نسعد إلى مثلا القيمة القصوية القيمة القصوية هي 5 فولت مضروب في 5 ميلي ما يعطينا تقريبا 25 هي هذه القيمة القصوية 24 26 إذن هنا 25 ميلي واط مفهوم وتقوم وتبدأ أفواً هذه القيمة بالتنازل بالتنازل إلى أن تصل إلى الصفر أنا ذاك نجد قيم كل من التوتر والتيار صفر الآن هنا التيار أصبح سالب والجهد أيضاً أصبح سالب إذن ضرب شيء سالب في شيء سالب يعطينا موجب مفهوم إذن هذه هي القدرة قدرة موجبة وكما قلت لكم في كل نقطة من هذه الكيرف الخاصة بالقدرة فهي ناتجة عن ضرب قيمة التيار بقيمة الجهد مفهوم إذن هنا برنامج المحاكات يعطينا القيمة الأفريج أو القيمة المتوسطة الخاصة بهذه القدرة 12.49 ميلي واط وقيمة طاقة كما قلت لكم هناك القدرة هناك الطاقة الطاقة هي القدرة مضروبة في الزمن يعني كم من الوقت بصيغة أخرى كم من الوقت هذه مثلا هذه المقاومة استهلكت هذه القدرة فهذه هي قيمة الطاقة لدينا هنا بعض تحويلات لا عليكم لكل واحد واط مضروب في الثانية يعطينا واحد جول ولكل والمعروفة لدينا هنا لدينا يعني المتعارف على أن القيمة الحسابية الخاصة بالطاقة الكهربائية هي الكيلو واط ساعة وهي 3.6 في عشر أو 6 جول والتعريف المعروف للطاقة الكهربائية هي القدرة مضروبة في الزمن نأخذ مثال على هذا إذن تطبيق بسيط لدينا حيم المنزلي قدرة حوالي 75 واط يشتغل هذا الحيم لمدة 4 ساعات في اليوم لمدة شهر 30 يوم إذا علمت أن ثمن كيلو واط ساعة حوالي 0.8 درهم قم بحساب ثمن طاقة المسالكة من طرف هذا الجهاز إذن إذا طبقنا القاعدة التي رأيناها في السابق فتعريف طاقة الكهربائية هو القدرة مضروف في الزمن المرجو يعني أخذ الحيط أو الحضر الوحدات الوحدات تلعب دور مهم في هذه الحسابات إذن القدرة هي 75 واط والمدة 4 ساعات في اليوم مضروف في 30 إذن 4 في 30 تعطينا 9000 واط ساعة إذن 9 كيلو واط ساعة مفهوم؟ إذن الثمن أو الثمن الطاقة الكهربائية المستهلة من طرف هذا الجهاز الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 30 يوم هي 9 كيلو واط ساعة مضروف في 7.8 وهو 8 كيلو واط ساعة 8 طاقة الكهربائية تعطينا 7.2 درهم لدينا تعريف آخر للطاقة الكهربائية وهو تكامل قدرة اللحظية من اللحظة تسفر إلى تواحد مضروف في الزمن لا عليكم سهل جدا اللحظات هذا هو هو يعني أنترفل اللحظات إذن لدينا كم اللحظات وهو الزمن أيضا يعني المدة المدة 4 ساعات في 30 إذن 4 في 3 12 120 إذن هذا هو الزمن اشتغل الطاقة اشتغل هذا الجهاز من صفر من اللحظة صفر إلى اللحظة 120 ساعة بقدرة 75 واط مفهوم؟ هذه الصيغة التي نقوم بوضع هذه المعادلة بعد ذلك نقوم بحسب هذا التكامل يعني بشكل بسيط جدا 75 لو ثابت يخرج من التكامل تبقى هنا تي إذن 75 مضروبة في 120 تغطينا 9000 كيلو واط ساعة أنا لماذا قدمت لكم هذه العلاقة؟ لأن هنا قدمت لكم القدرة تابتة يعني قدرة تابتة لهذا لهذا الحمل أو لهذا الجهاز في بعض اللحظات قد نرى قد يطلبوا مننا حساب الطاقة بدلة قدرة متغيرة ربما هذه القدرة تتغير بشكل دالة جيبية تتغير بشكل لا أعلم هناك عدة أشكال هذه التعريف العام للقدرة الكهربائية مفهوم؟ عفوا للطاقة الكهربائية إذن أعطتنا نفس القيمة هناك طريقة أخرى لحساب القدرة إذا افترضنا منحنا يعبر عن القدرة بالواط بدلالة الزمن بالساعة مفهوم؟ فنقوم يعني برسم منحنا يبين لنا كم اشتغل هذا الجهاز من ساعة وكم استهلك من القدرة مفهوم؟ إذن افترضنا أن هذا الجهاز اشتغل لمدة أربع ساعات مضروف ثلاثين يوم إذن هذه هي المدة التي اشتغل بهذا الجهاز في هذا الزمن واشتغل بقدرة 75 واط مفهوم؟ والمعروف أيضا أن التكامل ما هو التكامل؟ هذه قدرة التكامل هو حساب مساحة إذن فأنا عندما أقوم بهذا التكامل فأنا أحسب هذه المساحة وإذا أمعنا الرؤية جيدا فنرى أن هذا عبارة عن مستطيل ومساحة المستطيل فهي سهلة جدا فهي الطول في العرض إذن فالطاقة هي قيمة هذه المساحة التي شكلتها لنا القدرة مع بدلة الزمن إذن إذا قمنا بضرب 75 في 4 في 30 فسوف نحصل على نفس القيمة وهي قيمة الطاقة إذن فالطاقة المستهلة من طرف الحمل هي المساحة والتي تساوي الطول في العرض أي أن الطاقة هي 75 مضربة في 30 مضربة في 4 تعطينا 9000 وات ساعة وهي التي قد حصلنا عليها عفوا هنا لدينا خطأ بسيط جدا 9000 وات ساعة يجب أن أكتبنا 9 كيلو وات ساعة هنا 9000 وات ساعة هي 9 كيلو وات ساعة أظن الآن أنكم قد فهمتم جيدا معنى القدرة والطاقة ستعرفون فيما بعد لماذا قمت بشرح هذه الأشياء لكي نفهم جيدا ما معنى التحكم في الطاقة وما معنى التحكم في زاوية الطور لهذا يجب أن نربط العلاقة بين القدرة ثم الطاقة ثم زاوية الطور ثم تأثير زاوية الطور على القدرة ثم تأثير تغير القدرة على تغير الطاقة ثم بعد ذلك تغير ثمن الفاتورة إذن فالذي عملناه الآن هو هذا هو هذه إشارة الدخل الإشارة التي تدخل إلى المقاومة وهي الفولتج أنا ماذا فعلت؟ أنا قمت بالقص أي قمت بفصل الفولتج على هذه المقاومة إلى هذه اللحظة إلى اللحظة صفة صلة خمسة سجوند ثم قمت بغلق الدائرة مما يعطيني جهد حولها مربطين مقاومة ويعطيني أيضا تيار مار في المقاومة الذي يعطي أيضا قدرة يعني ضرب كما قلت ضرب التيار في الجهد حول مربطين مقاومة يعطيني قدرة ونفسي بالنسبة للجهة السالبة فما الذي تغير هنا؟ إذا قمت بالقص ما الذي تغير؟ تغيرت القيمة الوسطى وأيضا تغيرت القيمة قيمة الطاقة المسالكة من طرف المقاومة هنا إذا لاحظتم 6.24 إذا عدنا للخلف في حالة ما لم تتم عملية القص فنلاحظ 12.49 إذن 12.49 و6.24 فهي قيم متغيرة إذن فبناء على التحكم في زوية الطور تمكننا من تغيير القيمة المتوسطة للقدرة مفهوم فهذه الدائرة التي قمنا بعملها في الأول قمنا بربط دال جي بي معها مقاومة نقوم بعمل run للسيميليشن إذن فإذا أخذنا الجهد حول مربطين مقاومة هو هذا هذا بدون قص سأنتقل معكم مرحلة بمرحلة وهذا هو التيار سأقوم بعمل upload plan بالضغط على الزر alt كي أقوم برسم منحنة القدرة إذن مفهوم هذي منحنة القدرة إذا أردت أن أعرفها مثلاً قيمة القدرة المتوسطة فما علي إلى أن أضغط على الزر control وزر الفأر الأيسر فقيمة القدرة المتوسطة هي 12.49 وهذه قيمة الطاقة مفهوم فالمرحلة المولية ماذا سأفعل؟ المرحلة المولية سأقوم بعملية القص فأنا أنتقل معكم تدريج هين كيتفهموا مرحلة بمرحلة نقوم بعمل simulation لا عليكم في هذا المشكل نقوم برسم مصدر دخل مصدر إشارة هو تيار متردد إذن فهنا سأقوم برسم الجهد وهنا سأقوم برسم هذه الإشارة هي إشارة التحكم فهذه الإشارة التي تقول لهذا السويتش إذا كانت هذه الإشارة واحد تقول له أغلق إذا كانت صفر يعني يفتح سأقوم بتكبير الآن لنرى بتغيير هذا اللون إلى اللون أحمر حتى نرى بشكل جيد إذن السويتش مفتوح ليست لدينا أي قيمة للفولت وبالتالي لن تكون لدينا أي قيمة للطاقة سوف أضيف أغلق Alt طاق جيد فالسويتش الآن مسدود قيمة الفولت صفر في الأوتبوت أنا أتكلم هنا الأوتبوت مباشرة قيمة الطاقة القدرة فهي صفر أيضا عندما قمت بإغلاق المفتاح فماذا حصل مرت هذه الإشارة سمحت لهذه الإشارة بالمرور إلى المقاومة وبالتالي لدينا أيضا سأقوم بإضافة عنصر آخر لهو التيار لا أعلم لماذا أقوم بالضغط على Add Traces إذن عندما سمحت بمرور التيار كهرباء مرة الفولت ومرة أيضا التيار وبالتالي ضرب قيمة التيار في قيمة الفولت فهي القدرة وعندما يكون تيار أو توتر يعني سفر تكون أيضا القدرة سفر فإذا قمنا مثلا بالضغط هنا كنترول والزر أيضا نرى أن قيمة القدرة قد تغيرت والذي يقول أن القدرة قد تغيرت مباشرة نقول أن قيمة الطاقة أيضا تغيرت وقيمة الطاقة تغيرت يعني أن الفاتورة الكهرباء أيضا تغيرت هذا هو المفهوم جيد الآن نحن لم نذكر لا تايرستور ولا شيء نحن فقط نحاول أن نوضح مفهوم التحكم مفهوم التحكم كيف أن نتحكم لم أذكر لا زاوية الطاقة ولا أي شيء إذا قمنا بضبط هذه الأشياء وفهمناها فبعد ذلك سننتقل إلى التايرستور ثم سنقوم بالفهم بشكل جيد إذن أظن الآن أن هذا قد فهمتموه سنقوم بتغيير هذه مثلا أنا لا أريد أن أعمل القص في هذه اللحظة مثلا أنا لا أريد أن أعمل القص في هذه اللحظة كم هذه اللحظة فهي 250 ميلي سيجن فأنا مثلا أريد أن أعمل القص هنا في سفة فصلة 5 أريد أن أعمل القص هنا من هنا إلى هنا سيجب أن تكون قيمة الطاقة 0 فسأذهب إلى هذه لقلت ماذا قلت أفهم ماذا قلت سنعود إلى قلت 500 500 إذن سيكون تدلي فقط سوف أصيح إلى 5 نقوم بعمل رأيتم الآن إذن القص متى وقع القص وقع القص في سفة فصلة 5 هنا وقع القص في سفة فصلة 5 سنرى الآن قام الفولت بالنزول لدينا شيء غريب هنا كان يجب أن أضبط إلى الإعدادات فقط هنا من هذه اللحظة يجب أن يكون القص صفر لماذا تم هنا أيضا آه أفهم نسيت هذه إذن 1 إلى 1 إلى 1 أفهم يجب أن أقوم بتغيير هذه التي يجب أن تكون سفة فصلة 5 إذن قمت بعمل أوكي ثم إعادة سيميليشن هذا ما أريد أن أحصل عليه قد نسيت أن أغير البرامتر الخاصة بدلة القص لا عليكم ليست اللحظة المناسبة لنشرح ماذا وقع لكن هذا هو الذي أحببت أن أحصل عليه أنا أقوم بالقص عند اللحظة سفة فصلة 5 ثم بعد ذلك أقف إلى اللحظة 1 فصلة 5 ثم أعمل القص إذا قمت بحساب القدرة المتوسط أفواً فلاحظ معي قد قامت بالنزول مفهوم فهذا جيد إذن فلننسى هذا وننتقل إلى هذا السيركيت فلدينا هنا أيضاً إشارة جيبية إشارة الدخل لهذه المقاومة إشارة جيبية نقوم بعمل تريس لها نقوم أيضاً بعمل الفولت حول مربطي هذه المقاومة وهو الحمل ثم نقوم بعمل نقوم بمشاهدة إشارة تحكم لنرى إذن ما الذي حصل؟ كما قلت الآن دابد تايري ستور الآن تايري ستور قد شرحناه في الحصة الماضية وقد ذكرنا أنه يعمل فقط من خلال نبضة حفيزية إذن هنا ليس هناك نبضة حفيزية الخرج يساوي السفر سأقوم بإضافة أيضاً القدرة ليست لدينا أي إشارة تحفيزية ليس لدينا جهد في الخرج وبالتالي القدرة يساوي السفر عندما قمت بإعطاء تايري ستور إشارة محفزة فالتايري ستور قد سمح بمرور هذه الموجة وبالتالي لدينا هنا قدرة السؤال الآن السؤال الآن الذي سوف نقوم بطرحه جميعاً قد أعطيت في هذه اللحظة من الزمن إشارة محفزة للجيت أو للبوابة الخاصة بالتايري ستور لماذا لم يسمح بمرور هذه الإشارة السالبة؟ فأنا أعطيه نبضة حفيزية في الموجة وأعطيه نبضة حفيزية في السالب لماذا لم يسمح بمرور؟ لماذا تم قص هذه الفولتج السالب؟ بكل بساطة لأن الذي قام بالقص وهو الثايري ستور لأن كما سبق وقد شرحنا أن الثايري ستور هو شأنه شأن الضيط يحتوي أنه عندما يقوم بعمل أون فتجد الجهد حول مربطي هذا الثايري ستور هو سفا سلا سفا سلا ثمانية وهو عندما تأتي إشارة من الميناجية السالبة هو يقوم بالقص هو الذي يمنعه مفهوم؟ جيد فالسؤال الذي سأطرحه الآن إذا أردت مثلاً إذا كانت هذه المقاومة عبارة عن مصباح وكان هذا هو الجهد مثلاً في المنزل في المقبس فمن أين سأأتي بإشارة تحكم؟ هل من المعقول أن أتحكم في شدة تيار مصباح منزلي باستخدام مايكرو كنترولر؟ الجواب هو لا لماذا؟ أستعمل مايكرو كنترولر بكل مكوناته الجانبية لكي فقط أتحكم بشدة إضاءة مصباح فهذه ليست أو لليس حل فعال فهنا ما الذي يأتي أو ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل هو أننا سنقوم بالنداء على عنصر قد رأيناه وهو عنصر دايك سأقوم بجعل هذه في المنطقة السفلية ثم بعد ذلك سأقوم بجلب عنصر دايك تتذكرون ماي؟ ما هو عنصر دايك؟ هو عنصر يقوم بسماح بمرور الجهد الكهربائي من هذه النقطة إذا كان الجهد حول مربطه أكبر من تريشولد معين وقد رأينا أن ربما هذا التريشولد الخاص بهذا الدايك وهو على ما أذكر 33 نقوم بعمل سيميليشن نقوم بعمل كلوز لهذه سنعمل سيميليشن بسيطة إشارة الدخل وهذه إشارة الخرج إذا فكما قلت لكم أن الدايك هو عنصر يعني يسمح بمرور الجهد الكهربائي من هذه النقطة إلى هذه النقطة إذا كان الجهد المطبق على الدايك أكبر من ما نسميه جهد العتبة أي أن في حالة مثلنا الذين تيار متردد لن يسمح بالمرور إلى أن يصل الجهد حول مربطي الدايك إلى جهد العتبة وبالتالي سيسمح بالمرور بمرور الجهد وسينخفض الجهد حول مربطي الدايك إلى على حسب الدايك المستعمل مثل هذا الدايك ينخفض إلى قل من صفة إلى خمسة ضرب الجهد العتبة إذا فما الذي حصل هنا؟ أصبحنا نرى نابضات تحفيزية في كل لحظة دون اللجوء إلى أي جهاز أو إلى أي مايكرو كنتلور هذا فقط باستعمال هذا المقاومة وهذا المكثف فببساطة ما دور كل من هذه المقاومة وهذه المكثف هو يعني تأخير هذه الإشارات سواء تقديمها أو تأخيرها إذا قمت بعمل مثلا هنا مقاومة متغيرة سترون على أن هذه النبضات تتغير مع الزمن أي أن تتغير في اللحظات أي أن هذه النبضة إذا مثلا أتت في اللحظة مئتان واثنان وستون فإذا قمت بتغيير مثلا المكثف ما الذي سيحصل؟ إذا قمت مثلا بتكبير قيمة المكثف إذا قمت بتكبير هذه القيمة فحاصل ضرب قيمة المقاومة مع قيمة المكثف وهي ما تسمى بالtime constant سوف ترتفع وبالتالي سيقوم هذه الإشارة بالتأخير ستقوم بالتأخير أي أنا مثلا سأحصل عليها في هذه النقطة سأقوم بالتجربة مثلا هنا لدينا قيمة كم؟ مئة واثنان وستون ميلي سيجند في اللحظة مئة واثنان وستون ميلي سيجند قد ظهرت لدينا نبضة محفزة الآن سأقوم مثلا بتكبير هذه المقاومة إلى مئة وتمانون كيلو وتكبير المكثف مثلا إلى واحد مايكرو واحد مايكرو ثم سأقوم بعمل simulation هذا رأيتم الآن إذا انتقلت اللحظة انتقلت اللحظة التي أقوم بالحصل النبضة المحفزة من مئة واثنان وستون ميلي سيجند إلى مئتين واربع وستون فتغير فتغير اللحظة يؤدي إلى تغير الفيز كنترول الخاص مثلا بالتايرستور وبالتاير تغير ماذا؟ تغير القدرة المسالكة سنقوم برابط كل هذه الأشياء أي أننا سأقوم بمحو أو بمسح هذا المصدر والآن سيكون لدي سيكون لدي المصدر أو مصدر النبضة المحفزة ما هو؟ هو خرج دائرة الضائعك آه جيد إذا الآن عملنا simulation ما الذي سنعمل عليه الآن؟ سنقوم بإضافة الجود حول مربطي المقاومة لاحظ معي سأضيف كذلك الطاقة المسالكة أو القدرة المسالكة من طرف هذه المقاومة مفهوم إذا لدينا مثلا هنا قدرة متوسطة أفوا لدينا مثلا هنا قدرة متوسطة 12.57 12.57 تذكروا هذه القيمة إذا أردت مثلا الزيادة في هذه القيمة ما الذي يجب عليه فعله؟ يجب أن أقوم بتقديم النبضة المحفزة أي أنها لا يجب أن أعطي نبضة محفزة في هذا الاتجاه سأعطي مبكرا وإذا أردت أن أعطي نبضة محفزة مبكرا يجب علي أن أقوم بتصغير قيمة الTIME CONSTANT الخاصة بهذه السيركس والTIME CONSTANT هي المقاومة ضرب مكثف إذا يجب علي نقص كل من قيمة المقاومة وقيمة المكثف مثلا سأقوم بنقص قيمة المقاومة 108 سأعيدها إلى 100 وسأقوم بعمل سيميليشن إذا قمت بقياس فماذا سأجد سأجد 34.74 ميلي واط وكانت في السابق 12.57 إذن لاحظ معي لاحظ الربط السمع جيدا تغير قيمة المقاومة أو قيمة المكثف يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تأخير أو تقديم النبضة المحفزة وتأخير أو تقديم النبضة المحفزة يؤدي إلى تغير القدرة المستهلكة من طرف المقاومة أو من طرف الجهاز وتغير القدرة المستهلكة من طرف الجهاز يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تغير طاقة المستهلكة والطاقة المستهلكة تؤدي إلى تغير ثمان فاتورة مفهوم؟ إذن فهذا هو الربط إذن هذا هو الربط لدينا هنا شيء غريب نوعا ما وهي أننا لا نستفد انظروا على الرغم من أنني أقوم يعني بعمل نبضة محفزة في الجانب السلب أي أنه كما سبق وأن ذكرت لا توجد لدينا لا نستفد من هذه الجانب السلب لأنه ماذا؟ لأنه هذا الثيرستور يعمل كدايود في الجانب السلب وحل هذا المشكل وهو استعمال تريعك بدال ثيرستور وهذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله أتمنى أن يكون هذا الشرح قد أفادكم بشكل جيد وقد حاولت أن أقوم بعمل ستيب باي ستيب حتى تفهموا هذا الكونسب الخاص بالتحكم بالطاقة عن طريق التحكم بزاوية الضور إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته